في تحذير أمريكي جديد قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن أمريكا تتحاشى خيار الحرب مع إيران لكن على إيران أن لا تفهم ضبط النفس الأمريكي أنه ضعف أؤكد بينس ما قاله رئيس ترام من قبل أن إيران ليسمح لها بامتلاك سلاح نووي مخيراً النظام الإيراني الاهتمام بشعبه أول استمرار بدعم ميليشياته في المنطقة في الدرجة الولايات المتحدة الآن تركز على تحذير إيران هناك تحذيرات تأتي من مسؤولين مختلفين من الرئيس مايك بينس من الوزارة الخارجية من جميع المؤسسات الأمريكية ولكن أنا بتقديري أن في هذه المرحلة الولايات المتحدة تنتظر ما يحصل بين إيران وبين الاتحاد الأوروبي بعد الخروجات الإيرانية ونخصان في التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية وقال مراقبون أن النظام الإيراني يحاول التمرد على العقوبات المفروضة عليه من خلال جر الجانب الأمريكي والأوروبي مؤخراً إلى بعض الاستفزازات العسكرية أو إعلان زيادة تخصيب اليونانيوم وكل ذلك لإخضاع المجتمع الدولي إلى التفاوض وفي الوقت نفسه فيرى بعض المهتمين بالشأن الإيراني أن الأزمات المتتالية التي تواجه النظام خلقت أزمة سياسية داخلية كفشل لحكومة روحاني في إدارة الأزمة مما اضطرت تيار المحافظ أو المتشدد الدخول في ازدواجية إدارة الأزمة مما سيؤثر على النظام على المدى القريب علي خامني وغيادات الحرص الآن يعرفون جيداً أن هذه العقوبات الأمريكية تضغط على الاقتصاد الإيراني بشكل كامل وتضغط على المجتمع الإيراني بشكل كامل تدفع الشعب الإيراني في مواجهة النظام الإيراني هذه معادلة مميتة هذه معادلة خطرة لنظام الولي الفغي لذلك الآن كل جهودهم يسعون أن يقيروا هذه المعادلة يعني من موضوع يبغى رأس الولي الفغي تحت مقصلة العقوبات إلى معادلة مثلاً مناوشات عسكرية وفي الوقت نفسه تجد إيران نفسها أمام أزمة جديدة بعد انصياع أوروبا واستفافها إلى الجانب الأمريكي خاصة بعد توقيف بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جباري طارق في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الطاقة الذرية خرق إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجات محظورة يوم بعد يوم تدخل القضية الإيرانية أنفاقاً مظلمة في الوقت الذي بدأت فيه القضية الزحفة لتدويلها بضغط أمريكي على الجانب الأوروبي تحديداً وهذا ما كان يخشاه الإيرانيون للإخبارية أحمد القرني وعاشنطن ترجمة نانسي قنقر